سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ في الاول المقاطع البرمجية وازاي هنشتغل في البرمج. اول حاجة هنبدأ نقول احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هي دي انا المنصة اللي هندخل عليها الكائنات او المكونات البرنامج هتبقى فيه. اول حاجة اول كائن عندنا هنا اللي هو القط دوا. عايزين نشيله ونبدأ نحط حاجة جديدة زي ما قلنا المرة اللي فاتت دي اسمها كائنات. الكائن ده ممكن ايه نضيفه نخده من المكتبة او نرسمه او نرفعه. طب لفحالة ده بتعايز تشيل الكائن ده وتحط واحد تاني. فانت بتعمل كليل كايمين. وبتعمل ايه? حاسف. كده المنصة بقت جاهزة انك تعمل اللي انت عايزه فيها. او البرنامج او او اول مقاطع برمجية هنبدأ نشتغل فيها اللي هي الحلقة. اه وعشان ناخد اه اه مثال على الحلقة دي. هنقول ايه? هنختار عربية. عندك كده عربية بتلعب بيها. تعالوا نفكر في الموضوع من الاول. اما بيبقى في ايه دك عربية. عايز اه تمشيها. فبتعمل لها ايه? الاول احنا قلنا هندخلها ازاي عشان ما ننسبقاش الموضوع واحدة واحدة. بنختار الاول حاجة هنا اللي هي اختيار كان من المكتبة ونروح نختار الايه? العربية. لو العربية في ايه دك بقى بتعمل ايه? كلام بقى الحبايابي الصغيرين. انت بتمسك العربية وتبدأ تحركها باي دك كده. طيب انت بتحركها على اي اساس لقدام? اتنين سانتي تلاتة سانتي اربعة سانتي بمكياسك. طيب هنا المنصة دي مكياسها ايه? مكياسها الخطوة. مكياسها خطوة. خطوتها قد ايه? اه ما يهمكش دلوقتي بس عايز تتعرف ان هي اخيرها هنا اخيرها هنا متين واربعين. واخيرها هنا مية وتمانين. ايه هنا وايه هنا? تعال اقول لكم. الوقتي انت قدامك مستطيل. خلاص? لو جينا اخرنا كده. طبعا احنا عارفين الاحدثيات او المحورين دول عاملين زاوية قايمة الناس اللي هما بتلتر ردائي وتاني بتدي عارفينها. فهنا النقطة دي بتسمى ايه? الاتجاه انت ماشي في الاتجاه ده? اتجاه السين. خلاص? او اتجاه الاكس. هتطلع لفوق العمودي عليه اتجاه الوقت. ماشي? طب. انا لما حط العربية هنا. يبقى العربية ماشي فين? ها. واقفة في النص بالزبط. خلاص? هتمشيها شوية. عايش عايز تمشيها شوية. وتحدد مكانها بالنسبة للسين وبالنسبة للصوت. اهي هي بتمشي معها هي. بتبعت عن عن المحور. خلاص? طيب. يا مام اقول لي العربية تعالي امشي. فهتمشي شوية لهنا. خلاص? او تطلع لفوق. طب تمشي دي يعني ايه? هنعمل كنترول زد عشان العربية او هنحزفها. نجيب عربية تانية. هنبدأ نقول تاني. هنجيب من النقل وهناخد العربية. خلاص? ده. آآ جاي لك احنا قلنا لما نحرك العربية بنحرك ايه? بنحركها آآ لقدام. نحركها لقدام دي يعني كام? اول امر خالص ليتحرك عشر خطوات. طيب. العربية اصلا شكلها كبير كده فهنحاول نصغرها شوية. من اين? من اول هيكونها من فوق هنا. هنلاقي عليها تغذير. هنعلم عليها ونيجي على العربية. نعمل كليكة. شمال. نقلل 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 لحد ما ايه ما توصل للشكل احنا عايزينه. خلاص? طيب. واحنا بعد ما اجيبنا العربية احنا عايزين نجيب ايه? نجيب الخلفية. نجيب الخلفية كمان بالمرة اللي هي بتاعة الخارج. اللي هي الخارجي? عايزين شارع. هنشوف هنا شارع. اقول له موافق. كده تشارع جالية. نكبرها شوية بقى احنا عندنا هنا مقاشر للتصغير ومقاشر تاني للتكبير. نكبرها شوية لانها صغرة قوي على الايه? على الخلفية. وهنبدأ ان نقول له. تعالوا نتاني المقاطع البرمجية. احنا بندوس على المقاطع البرمجية كده وقلنا له اتحرك عشر خطوات. طيب انت علشان تفعل الموضوع ده. انا بعمل كل ما بدوس على الامر كده بتتحرك. طيب. آآ انت عندك في جهاز الكمبيوتر اصلا في امر اسم ستارت عشان تبدأ تفتح بالكمبيوتر. عندنا هنا العالم اللي هو اللونه اهضر ده. آآ بيجي من الاحداث. عشان انا ما نحب تشغل البرنامج بتدوس عليه. اهو. نحطه كده. ولو دوسنا عليه هنلاقي العربية بتاتحرك لقدام. خلاص? طيب. لو فضلنا نعمل كده. العربية بتختفي. هتخش كده وايه? وتختفي. طب انا عايزاها ترجع تاني. في الحركة عندنا حاجة اسمها ايه? عمر اسم ارتد ازا كنت عند الحفل. نيجي نجرب. ايه ده? بس انا لازم كل شوية اضغط على العالم كده علشان تتحرك. لأ. ده امر مش كويس. آآ وفي حاجة مشكلة كمان بترقيت لنا ان هي تقربت. طب. هنأول حاجة هنعليجها موضوع ان هو ايه? مش كل شوية هقعد اتاك على العالم كده. عندنا حاجة في اوامر المقاطع البرمجية اسمه التحكم. هندوس عليه. ونقول له ايه? قرر باستمرار. يعني ايه قرر باستمرار? يعني افضل خليها تتحرك. عشر خطوات. وترتد لو كانت عند الحفلة. يلا نجرب. آآ. بس في مشكلة برضو. العربية عمالها بتقلب. مفيش عربية واقعيا بتمشي مقلوبة كده. نعليجها ازاي? هنيجي هنا. عند حرف الاي صغير ده. وندوس. هيطلع علينا ايه? هيطلع علينا تلات حاجات. كوس دوراني. وقطع مستقيمة. ونقطع. هنحول من الدوران اللي هي تبقى ايه? رايح جاه. ونقفل تاني. ونبدأ نشوف العربية الحركة. خلاص? ده اول البرنامج. هنعملناه. عايزة طبعا التطبيقات تبدأوا تشتغلوه. وهقول لكم على حاجة. علشان هو البرنامج لو سجلنا مش هياخد اكتر من سانيتين. هنسجله ازاي? علشان عايزة بعد كده تبدأوا تبعتولي الفيديوهات اللي انتو هتعملوها. علشان نعمله. هنقول له تسجيل فيديو للمشروع. من اين من ملف تسجيل فيديو للمشروع? هتقول له start. ويبدأ تدوس هنا على العلم. اهو. ما فيش اخد منك ثلاث ثواني بالضبط. بس اشتغل. خلاص? تقول له stop. من هنا بقى. بتيجي على الجنب ده وتقوم اعمل stop. خلاصه واخد مني قد ايه? حوالي ثمان سوان. اه علشان تقولولي انتو اشتغلتو اه وتفرجوني الشرط. بتعمل له save. خلاص. وتتحدد الفايل اللي انت عايز تخزنه فيه وتكتب اسمه. تعمل له save. فياريت اه ابدأ اشوف المشروع دو نزلوه على على المجموع بتاعتنا. وعلشان طبعا انا هعمل اه اه لاكتر ناس متفاعلة في في البرامج ديان غير ان هم هيستفيدوا انا هعمل لهم شهادة تأدير. فعايزة كل واحد كده يعمل برنامج ان شاء الله ينزلو ويوالونا على الابداعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.